الشيطان الشيطان الرجيم هل كان يعرف ألوهية المسيح أم جاهلا منها ما هو من ضمن الأعداء فهنا عايز أعرف ما هو من ضمن الأعداء اللي عايز أعرف طيب لمن يذكر لنا الكتاب المقدس بأن الشيطان جرب المسيح ثلاث تجارب وأخذوا إلى جبلها عالي جدة وقال له أعطيك جميع ممالك العالم إن آمنت وسجدت لي هل كان الشيطان يعرف أن هذا الذي يعرض علي ممالك العالم كلها هو الله لو كان يعلم بأنه هو الله عز وجل لما انتحنه ما جروا على الاقتراض منه هذه القضية تمتنع عقلا أصلا أيها فإذا الشيطان أيضا كان جاهلا بألوهية نعم إذن من الذي كان يعلم ألوهية المسيح إذا المسيح لا يعرفها تلاميذ المسيح لا يعرفونها أيضا جموع مؤمنة لا تعرفها أعداء المسيح يكفرون بنبوته ولا يكفرون بألوهيته إذن من الذي كان يدعي ألوهية المسيح أنا في الحقيقة لم أجد هذا في الكتاب المقدس جدا جدا أقول لفضلتك الكنيسة تدعي الآن أنها تعرف ألوهية السيد المسيح طيب ماشي من وين وتستند إلى بعض النصوص وبعض الأدل عطينا واحد يا عمي طيب قالوا أنه قال عن نفسه أنه ابن الله ممتاز إيش معنى ابن الله وهل المسيح فقط هو الذي وصف في الكتاب بأنه ابن الله دعني يا أخي الكريم أعدد لك من الكتاب المقدس أبناء لله كثر وأنا أعجب لماذا الكنيسة لا تدعي ألوهيتهم ناخد مثال أول شيء نبدأ بآدم آدم في إنجيل لوقة في الصحة الثلاثة يقول آدم ابن الله آدم ابن الله وأنا أقول بالحرف الواحد طيب لماذا لا يقولون بألوهية آدم نص آخر أيضا في لوقة يقول مثل الملائكة وهم أبناء الله مثل الملائكة وهم أبناء الله في سفر هوشع يقول لستم شعبي بل أبناء الله الحي كل المؤمنين من اليهود سمّاهم في الكتاب المقدس أبناء الله الحي إذن هذا اللقب لقب ابن الله ليس خاصا بالمسيح عليه الصلاة والسلام وصف به الملائكة وصف به آدم وصف به كل مؤمن وذلك يقولون أبانا الذي في السماوات وهم أبناء الله طيب إذن هذا المعنى ليس كافيا في الدلالة على لاهوت المسيح خليني بس أقول لك حالي هناك نص في سفر العدد في الإصحاح 23 إذا المسيح ابن الله فهو في مواضع أخرى 84 موضع قيل عنه ابن الإنسان ابن الإنسان طيب إذا حطينا مرة ابن الله ومع 84 مرة ابن الإنسان يطلع عائلتهم أكثر المسيح يقول أو سفر العدد يقول ليس الله إنسانا فيكذب ولا ابن إنسان فيندم فإذا المسيح ليس الله عز وجل وليس ابن الله تبارك وتعالى بالطبيعة طيب برضو ليتك تتحملنا جدا قالوا أنه قال في إنجيل يحنى 10-30 أنا والآب واحد ودي بصراحة يعني طيب خليني قبل أجاوبك عنها بس ذكرت أمر مهم بخصوص هذه البنوة الآن أخي الكريم ما معنى كلمة ابن الله في الكتاب المقدس في إنجيل يحنى في الإصحاح الأول فقرة 12 يقول وَأَمَّا كُلُّ الَّذِينَ قَبِلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ سُلْطَانًا أَنْ يَصِيرُوا أَوْلَادَ اللَّهِ أي المؤمنون باسمه أي المؤمنون باسمه فمعنى ذلك معنى ابن الله هو عبد الله المطيع وليس معنى يفسر المعنى أيوة وليس معنى ما تزعمه الكنيسة هنا وهناك من أقوال ليس عليها أي دليل الآن نرجع لسؤالك إيش كان هذا السؤال حضرتك يقول أنا والأب وحد ممتاز ما معنى كلمة أنا والأب وحد الوحدة تأتي على نوعين وحدة ذات تتراكب في بعضها ووحدة مجازية اللي هي منسمية وحدة هدف خلينا أضرب لك مثال لوحدة الهدف مثلا في كورونسس الأولى في الإصحاح ثلاثة يقول بولوس أنا غرست وأبولوس سقى الغارس والساقي هما واحد إيش يعني هما واحد هل يعني أن بولوس هو أبولوس وأبولوس هو بولوس لا يقول فإننا نحن عاملان مع الله إذن الوحدة هنا وحدة مجازية طيب لما نأخذ مثلا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان واحدا يعني هو الإنسان زوجته يصبحان جسدا واحدا لا ليس المقصود وحدة الذوات إن المقصود وحدة هدف المسيح عليه الصلاة والسلام متحد مع الله تبارك وتعالى اتحاد هدف يعني مثلا أنا أحب المسيح والله يحب المسيح فإذن أنا والله نحب المسيح ليس معناها أنه أنا هو الله والله هو أنا خلينا نضرب أمثلة على ذلك من الكتاب المقدس توضح لنا هذا المعنى نعم المسيح عليه الصلاة والسلام يقول في إنجيل يحنى في الإصحاح 17 يتكلم عن تلاميث المسيح ليكون الجميع لهم تلاميث المسيح ليكون الجميع واحدا كما نحت كلمة كما كما تعني مثل ما يعني مثل ما هم واحد أكون أنا وإنت واحد إذن الوحدة هنا مجازية حتكون الوحدة هنا مجازية لأن النص يقول كما إذا كانت الوحدة هنا وحدة ذات هنا حتكون وحدة ذات لأن النص يقول كما نقرأ النص ليكون الجميع واحدا كما أنت أيها الآب فيي وأنا فيك ليكونوا تلاميث المسيح ليكونوا هم أيضا واحدا فينا تلاميث المسيح ليكونوا هم أيضا واحدا إذن كلمة كما توضح لنا أن الوحدة هنا زيل وحدة هنا فالآن أسألك وحدة التلاميذ مع بعضهم هل هي وحدة ذات متراكبة في بعض ولا وحدة مجازية ممتاز وكلمة كما تفيد لنا أن وحدة المسيح مع الله عز وجل كانت وحدة مجازية لذلك يقول في تكملة النص ليكونوا واحدا كما أننا نحن واحد ليكون التلاميذ واحدا وحدة مجازية كما أننا الله والمسيح واحد إذن هذه الوحدة كانت في الحقيقة وحدة مجازية أخي الكريم لما قال المسيح هذا النص اليهود فهموه زي ما فهموا المسيحيين اليوم أنه هو يدعي الألوهية فتناولوا حجارا ليرجموه فقال لهم ليش ترجموني أناش اللي عملت لكم أنا عملت معجزات قالوا لسنا نرجمك لأجل عمل صالح فإنك وأنت إنسان تجعل نفسك إلها ففهموا من هذا النص ما فهمه نصارى اليوم بأنه يدعي الألوهية فماذا قال المسيح عليه الصلاة والسلام قال لهم أليس مكتوبا في ناموسكم في المزمور أربعة تمانين على ستة أليس مكتوبا في ناموسكم أنا قلت إنكم آلهة وبن العلي كلكم الناموس المزمور ألا يقول عنكم جميعا بأنكم آلهة اتنين وتمانين ماشي يا عمي جل من لا يخطي المزمور اتنين وتمانين على ستة يقول كلكم آلهة طيب إذا أنا قلت عن نفسي بإني إله أصبح أنا زنديق وإذا أنت قلت عن نفسكم أنكم آلهة تصبحون عباد لله صالحين يقول أليس مكتوبا في ناموسكم أنا قلت إنكم آلهة إن قال لأولئك الذين صارت إليهم كلمة الله لهم اليهود آلهة ولا يمكن أن ينقض الناموس أتقولون للذي قدسه الآب أنا الإنسان الذي طهره الله وأرسله إلى العالم إنك تجدف لأني قلت إن ابن الله إذا كتابكم يعتبركم كولكم آلهة ما في مشكلة إذا أنا قلت عن نفسي بأني إله فأنا لا أخرج عن المعنى الموجود في كتابكم وهي الألوهية المجازية بمعنى سيد كما قال الله عن موسى عليه السلام جعلتك إلها لفرعون إلها لفرعون يعني مش معناة أنه رب يعبد إنما يعني أنه مصلط عليه جميل أحسن الله عليكم سيدنا يعني حتى من فهم من كلمة السيد المسيح صلى الله عليه وسلم أنه إله هو نفسه أنكر عليهم هذا الفهم لم يقبل منه طيب نص آخر قالوا أنه قال الذي رآني أو من رآني فقد رأى الأهب حلو طيب أنت شاطر في الكيميا وفي المعادلات تبع الكيميا لا خسارة بدنا مقدم ثاني طيب ماشي نأخذ الذي رآني فقد رأى الأب طيب إيش رأيك نكمل المعادلة الذي ضربني فقد ضرب الأب آه صار بإننا مشكلة كتير طيب الذي رآني رأى الأب الذي قتلني قتل الأب لا ما تقبلها كتير الذي رآني رأى الأب إذا أكلت أكل الأب لا إذا عطشت عطش الأب لا 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 إذا مدت مات الأب تفاعل كده خلاص آه إذا أنت شاطر في الكيميا أنت مش عارف أخي الكريم لا يصح الاعتقاد بأن هذا يدل على ألوهية المسيح نعم لأنه يؤدي إلى نتائج لا يقبل بها أحد وبعدين أنا أعجب كيف يستدلون بهذا النص وهم أيضا لا يؤمنون بأن المسيح هو الأب فبالتالي أقول الاستشهاد بهذا النص غير صحيح طيب أحسن الله عليكم يا سيدنا الدكتور نص آخر برضو قال أنا في الأب والأب فيه ماشي إحنا قبل شوية مرت معنا يقول وأنا فيهم وأنت في في يوحنى 17 على 23 يقول أنا فيهم وأنت في إذن صار الله في المسيح وفي التلاميذ نعم إذا كان هذا يدل على لهوت المسيح فهذا في يوحنا 17 يدل على لاهوت التلاميذ كله